العلماء قالولنا محتاجين نتعلم إزاي نفتح باب الحضرة القدسية حضرة القدسية دي مكانة مع الله بيدخلها العبد إذا تعلم فن تذوق العبادة أن يشعر في كل عبادة بحضور القلب وتقديس الروح لله الحضرة القدسية شعور يشبه شعور الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك لو الإنسان يتعلم إزاي يدخل الحضرة القدسية دي الصلاة يكون لها طعم بيغذي الروح والصيام ليه طعم والذكر ليه طعم والقرآن ليه طعم والصدقة لها طعم يغذي روح الإنسان ويشبه الطعم ده طعم ثمار أهل الجنة واللداء عارف كويس عشان كده كان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كتير ما يقول إن الإيمان ليه طعم فيقول ذاق طعم الإيمان من؟ ويقول لك تعمل إعشان تدوء طعم الإيمان وده اللي يفسر لك إن يوم الإيامة فيه في الجنة تمن أبواب للجنة والأبواب دي بأسماء العبادات ففيه واحد استمتع جدا وداء طعم الصلاة ففضل يصلي مستمتع فدخل من باب الصلاة وده من باب الصيام وده من باب الذكر وده من باب القرآن وهكذا لناس تعلمت فن تذوق العبادة والمتأمل في حال المسلمين ممن لم يتعلم فن تذوق العبادة هيلاقي سلم لكنه سلم منحدر بيبدأ إن إحنا لما بنخش في بعض العبادات من غير ما نتعلم إزاي نتذوقها بيبدأ الإنسان يفقد متعتها فلما الإنسان يفقد المتعة الروحانية الروح هي اللي بتشيل الجسد فالجسد يتقل ويمل فلما الإنسان يبدأ يمل من العبادة لأنه روحه مش حس بحاجة يبدأ يهجر العبادات دي ويحطها في أولوية متأخرة لأنه مش دايق طعمها فلما يبدأ يهجر العبادات دي سلمة سلمة هو بننزل لتحت يهجر العبادات دي يحس بخواء روحي روحي فضيلا في حاجة عطشانة جوايا يعمل إيه؟ يروح يغذي شهواته عايز يعمل أي حاجة تبسطه فيبسط شهواته مش يدوق روحه فيبدأ ينحدر الإنسان عشان كده كتير ممن يشعر بالتعاسى بيلجأ للخمر ويسموها مشروبات روحية وهي الحقيقة مشروبات شهوانية بتسكت الروح وتعلي صوت النفس والشهوات وعشان الإنسان ما ينحدرش في سلم الإنحضار ده بل يرتقي بحياته محتاج أن يحط إيديه على طريقة فن تذوق العبادة ربك بيقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم الحل في فن تذوق العبادة ترجمة نانسي قنقر